اشتركوا في القناة اعلام المرعي وكذلك المكتوب وهي ربما تجربة اخرى تتحدثنا بنفسك عنها هنا نتيح لك الفرصة في مستهل هذه الحلقة لتقدموا السيرادات يدكم مشواركم التعليمي وكذلك المهني بشكل عام لتقريب الصورة اكثر للمشاهد مرحبا بكم السهلة بمناسبة هذا الشهر العظيم شهر رمضان نتمنى للمجتمع ككل الخير والسعادة والرفاه اما فيما يخص تقديم السيرة كما تفضلتم تحبت الحبيب درست الابتدائية والثنوية في الوطن والاعدادية والجامعة في خارج البلاد طبعا كيف تعرفوا التحقت بالاعلام وبعد ذلك حصلت على الحمد لله دبلومات وتكوينات مهنية سياسية وثقافية واجتماعية وطبعا الاعلام كان مدرسة كما تعرفوا وكان التحقت بيه في الثمانينات وكان طبعا الفضل انا ذاكا ما فتكملت دراستي لا هي نكملها الا عقب ذاك نتيجة لاني وعيت من خلال الاعلام ونتيجة لان الاعلام كان جديد وخاصة التلفزيون على المجتمع الموريتاني ودخلت كوكبة مهتمة برسالة الاعلام النبيلة وتعرف نتيجة لانها جبرت قدامها شخصيات كبيرة اعلامية على المستوى الوطني ومستوى العالمي وعانت جدا ذاك كوكبة الشباب اللي التحقت بالتلفزيون في هذه الفترة بحيث انها الحمد لله عانتنا على نفهم الرسالة الاعلامية النبيلة ونفهم ان الاعلام سلاح ذو حدين وعنه يا الله يستخدمه مدد النهوض بالامة والمجتمع ونشر الوعي في صفوفه وهذه المجموعة جزاء الله وخارنا رحمة الله على من توفى منهم وينجي ان شاء الله من تبقى منهم وهما تقريبا نقول لك الساتذة بالاعلام وعطاهنا دفع كبير صراحة منهم كابر هاشم عبدالله والمحمد ومحمد يحي والحي منهم محمد الحمادي رحمة الله علينا وعليه بدنا والعابدين إلى آخر ذلك من الشخصيات إبراهيم والعبدالله الحمد لله وهذه الشخصيات عطاعتنا دفع متين وعلمتنا ونتيجة لهذا الإعلام وذي المدرسة هي اللي خلتنا نوصل لهذا المكان اللي الحمد لله احنا نعتزوا ولنا ناسين ذاك اللي قدمونا هما واهتموا بنا إلينا فهمونا ياسر مشي حقيقتنا وصلنا لعقب ذاك مراحل هامة في حياتنا وتم تأسيس مجلة مرآة المجتمع من طرفي مع الإخوة الأخير حمود حسين والحبيب وبعض الإخوة الآخرين وكانت هذه المجلة الأول مرة كانت مجلة موريتاني ومجلة بالألوان وكانت الهقيمة كبيرة وكانت الناس مهتمة بها والتحق بين كوكبه من الدكاترة والناس المثقفين اللي مهتمين بالإعلام الموريتاني سواء كان المكتوب والله المرعي والله المسموع وهذا كان له صدا هام في حياتنا اليوم اللي نحن عايشين والحمد لله الإعلام ما زلت مواسع عني لما نبعيد عليه اللي ما زلت كريم منه بهاللي حقيقة زينا عندي مهنة زينا عندي مهنة شريفة إلي أن تنفهم بمفهومها الصحيح وتؤدى بصفتها الحقيقية طبعا بعد ذلك انتقلنا إلى السياسة ثم كذلك إلى مرينا بالمجتمع المدني والحمد لله اليوم أنا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الموريتانية ورئيسة حزب الأمل الموريتاني وهذا مكسب يعود الفضل فيه عقب الله سبحانه وتعالى لإعلام من تحيات الحبيب بعد أن تعرفنا على التجربة الرغنية لكم في مجال الإعلام سواء بشقه المرأي وكذلك المقرو هنا ندخل إلى جانب آخر محوري في حياتكم المهنية يتعلق بالنشاط والعمل السياسي أنتم رئيس حزب الأمل وهي تجربة نسائية ربما كانت بدايات الانطلاق توجه المرأة باتجاه العمل السياسي كيف جاءت الفكرة؟ أنا ما أنا شايفة أن قاع الإعلام بعيد من السياسة السياسة والإعلام ظهر لي عنهم مرتبطين دائما أولاً لإعلام يكون الرواقج على الجرأة وعلى فن الخطابة وعلى فن الحضور ومعرفة الأشياء وهذا قطعاً يدفع مولي العامل أخر هو عامل السياسة أنها رجاجة يمارسها بالطريقة التي الله تمارس بها طبعاً الجانب السياسي فيه امتياز آخر وهي عنه احتكاك بالمجتمع وبالمواطن وبالضعفاء وهو فيه أيضاً تنظيم معين والغرض من هذا التنظيم أن الرجاج يعود عنده هداف يختير يوصل لها ويختير مجتمعه هذا عنده برنامج وعنده خطاب يختير يوصله له طريقة وكان طبعاً الاقتراح من جماعة كاملة هي اللي مؤسسة للحزب ذاك اللي يراوه على كل حالة أنا ماني هي اللي اقترحت أني نعود رئيسه غير بعد مني نقترحوه هم لي يقول لي ما خلعتني نتجل أني جاية مشر العلام على كل حالة قبلتها بيلي أران مجتمعنا مجتمع المرأة فيه والراجل سواسياً ما في مقبال تمييز كبير لكن على كل حالة المرأة عنده دورها والراجل عنده دوره سيدة تحية ربما ثمت جانب آخر مهم جداً في إطار نشاطكم المهني وهو أنكم أيضاً إضافة إلى كونكم إعلاميين وسياسيين أيضاً أنتم ناشطوا في المجتمع المدني لو أطعتي المشاهد الكريم على هذه التجربة في حالة نحن دخلنا المجتمع المدني المنظمات الغير حكومية في فترة بداية تأسيس الحزب لأن كان عندنا توجهات كان هناك مشاكل حقيقية للمجتمع الموريتاني يعاني منها وهي تفشي البطالة والفقر بعض الأمراض إلى آخر ذلك لذلك قمنا بتسيس الاتحاد العام للمرأة الموريتانية وهو منظمة غير حكومية فعلاً ممثلين فيه الأغلبية والمعارضة والوساطيين وغير الناس المتسيسة لذلك طبعاً استقبلنا من طرف السيد الرئيس وهذه عناية منه هو كرئيس يفكر في مجتمعه ويفكر في المرأة ويفكر في قضاياها جزاء الله أخيراً وقبضنا بالاعتبار ذلك المحافظة لأنه ما نتعدى أحد من النساء ولا يعدوا يكون ممثلين كامدين من مشاهدنا الكرام وأنتم تتابعون معنا في هذه اللحظات هذه الحلقة الجديدة من برنامج زيارة خفيفة أدعوكم إلى أن تشاهدوا معنا الجولة مع مصطدفتنا السيدة تحيامت الحبيب رئيسة حزب أمل وكذلك الإعلامية والناشطة في المجتمع المدني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد أن تابعنا هذه الصور مع مصطدفتنا وضيفتنا سيدة تحيامت الحبيب رئيسة حزب الأمل والناشطة في المجال المجتمع المدني وكذلك الإعلامية نلتح لكم سيدة تحيامت الفرصة لتوجه كلمة أخيرة إلى المشاهدين الذين ربما بعضهم افتقدك لفترة والآن تطلين عليه عبر هذا البرنامج شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا إن شاء الله يعيدوا علينا وعليهم على الأمة العربية والإسلامية والإفريقية بالأمن والبركات نجدد لك الشكرا الكبير وذلك على صدافتك لنا خلال دقائق هذه الحصة الجديدة من برنامج زيارة خفيفة الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا في هذه الحصة إلى حصة قادمة لكم ومنا جميعا تحية ودمتم في أمان الله